وعن متابعة العملية الانتخابية التي تجرى في خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية حول العالم في 121 دولة ينضم إلينا مباشرة مرسل التلفزيون المصري من الهيئة الوطنية للانتخابات أحمد الحسيني أحمد برحب بيك ضعني في صورة المتابعة لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج نحييكم من غرفة العمليات المركزية التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج والذي بدأت منذ الساعة العاشرة مساء أمس في دولة نيوزلندا هناك فرق توقيت يصل إلى نحو 11 ساعة كانت هناك ساعة 9 صباحا بتوقيت نيوزلندا العاشرة مساء أمس بتوقيت مصر وبالتالي جميع اللجان حول الخارج تفتح أبوابها أمام السادة الناخبين من المصريين المقيمين بالخارج أو الزائرين في تمام الساعة 9 صباحا حسب توقيت كل دولة بعد نيوزلندا تلتها أستراليا وأيضا فتحت اللجان أمام المصريين الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا من المقرر أن تكون آخر اللجنة تفتح أبوابها للناخبين هي في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية تفتح فيها 9 صباحا بتوقيت لوس أنجلوس وبتوقيت مصر سوف يكون ذلك في تمام السابع مساء اليوم من المقرر في تمام الساعة السابع مساء أن يدلي سيادة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بكلمة وتصريحات عن فتح آخر لجنة اليوم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 وكان أيضا قد أدل بكلمة صباح اليوم في حوالي الساعة العشرة صباحا بتوقيت القاهرة أعلن فيها عن انتظام العملية الانتخابية في اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا حسب توقيت كل دولة نحن نتحدث عن 106 عدد من اللجان موزع على 137 سفارة في 121 دولة وكذلك المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد أدل أيضا بتصريحات قد دعا فيها جمع المصريين بالنزول والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في انتخابات رئاسات الجمهورية أشير في هذه النقطة تحديدا إلى أن الغرفة المركزية غرفة متابعة العملية الانتخابية بالخارج التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الغرفة تم تزويدها بشاشات وتقنية بس تلفزيوني مباشر من جميع اللجان التي يتم في عملية التصويت نشير إلى 106 عدد من اللجان كما نشاهد هنا في دولة الكويت والسفارة المصرية في العاصمة الرياض بالإضافة إلى السفارة في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الكنسولية المصرية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية نعم أحمد نحن نرى هذا الاستعراض الخاص من غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات لمتبعة سير عملية التصويت للمصريين في الخارج كل دولة على حدة كما نرى في الصورة هذه التقنية المتبعة تحديدا إلى أي مدى تطفي نوع من النزاهة والشفافية في سير العملية الانتخابية وأيضا تزليل أي تعقبات إن وجدت بالفعل نوع كبير من الشفافية تطفيها هذه الصورة الحية والمباشرة من كل لجنة ومن كل سفارة من السفارات المائة والسبعة والثلاثين وفي المقابل يتابع هذه الشاشات وهذا البث المباشر الحي التلفزيوني مجموعة من المستشارين الموجودين هنا في غرفة العمليات المركزية في الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي شيء غير طبيعي في عملية التصويت العملية تسير بانتظام كبير كما نتابع مع السادة المستشارين هنا في الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الصورة التي تعكس أيضا أقبال عدد كبير من النخابين والمواطنين المصريين على الحرص على ممارسة حقهم في النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كما نتابع الآن السفارة في المنامة في دولة البحرين وكذلك في ميلانو وفي السفارة المصرية في لندن أو في دولة بريطانيا وأيضا الدول العربية التي لها نصيب كبير أيضا من مشاركة السادة المواطنين المصريين بالخارج في العملية الانتخابية التي تستمر حتى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت كل دولة على حدة تستمر على مدار ثلاثة أيام وأشير أيضا إلى من لهم حق التصويت إما أن يكون بالقصبور أو جواز السفر ينبغي أن يكون ساري أو بطاقة الرقم القومي المصرية ولا ينبغي في هذه الحالة أن تكون بطاقة الرقم القومي السارية هذه هي الشروط التي حددتها ألها الوطنية للانتخابات لمن هم فوق سن الثمانية عشر تستمر على مدار ثلاثة أيام الجمعة السبت الأحد نتابعها معكم لحظة بلحظة وساعة بساعة نعم هل من إجراءات بعد ثلاثة أيام تضحت لهذه الأصوات التي خرجت من المصريين في الخارج